السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بهارات النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة البرتقان الهاشة الجميلة دي ان شاء الله هتجربها وتعجبكم ومن سهلتها هتعملها كل يوم نشوف المقادير معانا 300 جرام دقيق و3 بضات وكبات سكر و3 تربع كبات زيت وربع كبات حليب وربع كبات زبادي ونصف كبات عصير برتقان ومع علاقة كبيرة خل وفانيليا وبشر برتقان ومع علاقة كبيرة من البكنج بودر هنبدأ بسم الله حطت البيض والفانيليا وبشر البرتقان حاولي تبشر البرتقان بالنحية النعمة من المبشرة وكمان حطت السكر وحضرب كل ده بالمضرب لحد ما لونه يتغير ويفتحه ويبقى لونه ابيض عن اللون الاصفر بتاع البيض والخطوة دي ممكن تعمليها في شفشق الخلاط ولو انت برضو هتعملها في الخلاط هتتضربي البيض والسكر بالطريقة دي لحد ما لونه يبيض ويبقى لونه فاتح بالشكل ده وحطت كمان معلقة كبيرة من الخل الخل بيدي هشاشة للكيك وكمان بيضيع راحت الزفارة وبعد كده بنزل بالزيت سرسوب صغير كده علشان الخلط بتاعنا ما يسيلش ويفضل متماسك هنحط واحدة واحدة بالتدريج بالشكل ده مع الخفق وبعد كده هتحط بقى المكونات بتاعتك اللي هي الزبادي والحليب وبحط كمان عصير البرتقان وبنوقف الخلاط على طول علشان ما نضربش كتير ونضيع الهواء اللي احنا دخلناه في البيض وبنخل الدقيق مع البكنج بودر على الخليط وبحط كمان رشة بسيطة من الملح طبعا لو بتستخدمي الخلاط الشفشاء الخلاط هتحط المكونات كلها بعد ما تضربيها وبتنقل على دي وبتستخدمي مضرب سلكة أو معلقة وبتقلب الدقيق مع الخليط انا بلف كده لفة بسيطة بعد ما حطت الدقيق بحيث ان الدقيق يندمج مع المكونات اللي احنا ضربناها لفة سريعة كده وبوقف عشان مش عايدنا ضيع الهواء اللي احنا دخلناه في البيض بعد كده بدهن صنية مقال ستة وعشرين تدهنها بالسمن وبتفضي الخليط بتاعك وبتكون مسخنة الفرن من بداية ما بتبدأي تضربي البيض ما بتسخنهوش كتير علشان لما بتحط الكيكة ما بتحرقش منك وبنحطها على الرف اللي في النص لمدة نص ساعة تقريبا هتفتحي وتشوفيها وتختبريها لو استود بتطلعيها بالشكل ده ما شاء الله بتستوى وهشة وجميلة ونفشة وحاولي برضو ما تقطعاش غير لما تبرد يكون قوامها افضل شايفين ما شاء الله هشة طرية وجميلة ومرتفعة الطريقة ان شاء الله نكحة والمقادير مزبوطة ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا حاولي تستغل موسم البرتقان موجود الوقت في كل بيت اعمل الكيكة ديات جميلة جدا ولادك حيتبسطوا بيها ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته